اللي تعالش من أحمد دومة هو بيكلم بفخر شديد وبيعترف انه حرق المجمع العلم تعال بفتكر بس مش ذكرى الثورة تسمعوا يا بتوع الثورة يلا اعتراف مهم على الهو اعتبر ده اعتراف لو كان ده مهم انا أحمد دومة اعترف ان انا كنت بمسك إزازات ملطوف وبحضفها على ده لان كان فيه مجموعات من زباك بتحضفها انا أحمد دومة اعترف ان انا قمت بإلقاء الملطوف عليهم وانا اكرر ده مرة تانية فخور انه حرق ومسك ملطوف ولما يجي يتحكم عليه بالسجن يطلع رقعاء حقوق الانسان يتكلمه وقولك ده بريق وامراته تقولك ده بريق وده كذا وكذا عايزين نشوف تاني تاريخ موجود مسجل كله على الهواء مباشرة كل اللي عايز حاجة فيه موجود مش هتكلم على ما جرى في مسبيره مش هتكلم على ما جرى في محمد محمود مش هتكلم على ما جرى في مجلس الزراء مش هتكلم على ما جرى في السجون مش هتكلم على ما جرى في الإقسام وحرق الإقسام مش هتكلم على ما جرى في حرق المؤسسات ونهب البيوت وغيره مش هتكلم على كل ده اللي حصل في مصر التخريب اللي حصل الفراغ اللي حصل الفوضى اللي حصلت السياحة اللي ضاعت الاقتصاد اللي نهار الدولار اللي نهار فلوس مصر ضاعت سمعة مصر راحت كل ده اللي عايز يعرف ماذا أنجزت 25 يناير 11 يراجع نفسه بينه وبين نفسه تتكلمش مع حد تتكلم مع حده ولا تجادل اف المراكة كده وبص لنفسك ويحق مصر استفادت ايه؟ وهو استفاد ايه؟ كمواطن بتجرد شديد